ما تعرف بدل بعض من كل ما كانت تابع فيه جزءاً المتبوع يعني جزء من المتبوع ما كانت تابع فيه جزء المتبوع قبلت زيداً رأسه الرأس هذا جزء من زيد واضح؟ عندك بعد ذلك بدل الاجتماع يعني بدل الاجتماع ما كانت تابع فيه مشتملاً على المتبوع يعني ما كانت تابع فيه مش لا مش مشتملاً مرتبطاً مرتبطاً بالمتبوع بلا كلية يعني ليسى علاقته ما كلية و جزءية ومرتبط به ومرتبط به لكن كيف ارتبط به هل السابق كل له هو جزء منه لا هو مرتبط به لكن بغير الجزئية والكلية عجبني زيدنا علمه علم هذا جزء من زيد ولا ليس جزء من زيد لكن زيد مشتمل علمه وقلنا التفليق البسيط للمبتدي أن بدل البعض ما يحس ويرى بدل الاجتماع ما لا يحس ولا يرى العلم الخلق عجبني زيد الخلق والخلق لا يرى عجبني زيد الكلام والكلام وهكذا لكن كل ما كان محسوسا محسوس يعني ملوص ما يلوص اسمه بدل بعض من كل بدل الغلط ولا بدل الخطأ ما تعرف بدل الغلط مكان التابع في مغايرة مما تهوه مما تهوه غير رأيت زيدا حمارا حمار غير زيد رأيت حمارا فرسا الفرس غير زيد بدل الغلط انتهى التوامن بقي منها شيء ماذا مع ذلك ايو المنصوبات ايو المنصوبات او ماذا قال في المنصوبات شخم الابيان الميت الأول يقول ماذا وبعد الذكر لمرقوعات اسمه على تكتيبها السابق الخالي من الخلل او في بعد النسخ من الخلل انت نسخ من الخلل ايو في بعد النسخ من الخلل وبعد الذكر وبعد الذكر لمرقوعات اسمه على تكتيبها السابق الخالي من الزلل شيء واحد وبعد الذكر وبعد الذكر لمرقوعات اسمه على تكتيبها السابق الخالي من الخلل اقول جملة منصوبات مطلق الولي وفيه ماعه له وانظر الى المصول منها المخاعل خمس مطلق الولي وفيه ماعه له وانظر الى المصول ضربت ضربا ابا امر غدا اتى وجيت واني لخوفا من عتابك لي ضربت ضربا اخا امر ولا ابا امر غدا تأتى وجيت واني لخوفا من اقابك لي ولك ان لعسم بعده خبر فانيكن نفردا فافتحه سمسيه ولك ان لعسم بعده خبر فإن يكون مفرداً فافتحوا سبسيح ولكن إن لها اسم بعده خبر فإن يكون مفرداً فافتحوا سبسيح وانسي بها وانسي المضافة بها أو ما يشابهه أو ما يشابهه في بعض المسلم ما يشابهه وفي بعدها ما يشابهه معنى مفرداً وانصب مضاقا بها أو ما يشابهه كلا أسيرها وينجو من الخطر وانصب مضاقا بها أو ما يشابهه كلا أسيرها وينجو من الخطر ومن المنادى على ما كان مرتفعا به وقل يا إمام ومن المنادى على ما كان مرتفعا به وقل يا إمام عدل ولا تمين ومن المنادى على ما كان مرتفعا به وقل يا إمام عدل ولا تمين وإن تناجي مضاقا أو مشابهه أي وفي بعدها مشابهة والمعنى وإن تناجي مضاقا أو مشابهه قل يا رحيما يا غافر الزلم وإن تنادي منادق وإن تنادي مضافا أو قشا منهم يقول يا إمان مناء يا ظافر الزلم وأقول في الكتاب السوفي كبير سمو عبد الله شغرا تكتشف ذلك من أمثلة كلها أطلقات يا رحيما يا ظافر الزلم وحكذا في قول كودي ولي وما شاء كل ما سيأتي سيكون أشياء مكهلة هذا هو التزوف الحقيقي التزوف بالعلم وحكذا واحد سوفي كذلك من الذين يدون أنه سوفي أن ينزم لنا شيئا كهذا مثلا سترى عادي فترى أنه لا يجد الفاتحة أصلا ومع ذلك سوفي سوفي إيه سوفي لماذا لا سوفي عبارة عن العلم عبارة عن الزلم عن الدنيا وتعلم العلم وعلم القتال والسن والأخذ بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتخلي عن كل ما سوى الله هذا هو هذا سوفي في الحقيقة لكن هو سوفي يدخل ولا يعرف إلا أننا نرحس ونقص ما هو سوفي هذا؟ لا أنت هاتي العلماء الذين يكلمون من كلهم متصرفين كلهم من أولهم إلى آخر القراءات وإن نحو وإن علم كلام وإن أجل الشكل بشكل هاتي القراءات كذا استقرأ مخدمة لهم من الشرطين من أولها إلى آخيها سوفي وقد إلا كن كالكل تواضع لله سبحانه وتعالى يعني تواضع ما بعده تواضع هاتي مقدمة ابن الجزري هاتي جرته وما آخرها بدأت بسم الله والحمد أولا الناس يقول إيش؟ قل الحمد لله الذي وحده على وما تجده واسأل أو هو توسل أول حالة وتوسل سوفي من الألف إلى اليار وبعد ذلك في آخر المزل سددت عن البيت الحرامي والزورية المقام الشريف المصطفى أشرف الماء سوفي مئة المئة وعدت أن سوفي عبارة عن العلم وعبارة عن السمد أن الدنيا وعبارة عن الكماني لكن ليس رخصاً وطرغاً وطوالف الكبور وشرب الدخان واختلال الرجال بالنساء السوفية بينهم واضح هذا مؤلف له بيوان كبير في مدن النبي مصطفى عليه الصلاة والسلام أي وآخر أيام مكمل ونحن نحو أتاك العبد شوف أتاك العبد إيش؟ أتاك العبد أي يعني مبتزماً أتاك العبد معتزراً ونحن نحو أتاك العبد معتزراً ليرجو رضاك وقلبه ومنه القلب في وجه يعني أتاك معتزراً أي يعني أتاك معتزراً أي يعني أتاك معتزراً يرنجو رضاك ومنه القلب في وجه يعني أتاك معتزراً ومنه القلب في وجه يعني أتاك معتزراً وإن تميز فقل عشرون جارية عند الأمير يعني حياة الأمراء عشرون جارية إن طالبنا لغسط هذا للأمراء لكن لما ذكر الإمام قال العادل يا إمام معدل في الميت السابق وإن تميز مبافاً لهم شابها قل يا وابلقنا هذا على ما كان متفئاً به وقل يا إمام معدل يعني الإمام عبارة العادي لكن الأمير أي شرون جارية ببار من العسل وعداً يعني يقولون في الكلام إن الكلام يشي بإتجاه صحيح يعني الكلام ينبئ المتكلم به ما من يلاجه هو النظم هذا فيه رجل الله سوفيه لكن سوفي عن علم لسوفي عن طرد وغنى ورقصنا سوى جوهر الموضوع أي وإقرأ ومن المنادى على ما كان مرتفعاً به وقل يا إمام معدل ولا تعمل وإن تنادي مضافاً أو مشاكلاً قل يا رحيمتنا يا غافر الزلم وإن تميز ولو الحال نحو أتاك لعبه معتزرة يرجو رضاك ومنه القلب في وجل وإن تميز فقل عشرون جارية عند الأمير زشان الأمر فقل عشرون جارية لم يقل عند الإمام لا عشرون جارية عند الأمير وقل قارن من العصر ورسد به الله ورسد به الله ورسد به الله شح هذه الأشياء ها؟ أي ونحن ما شحفناش آخر بيت في المرقوعات البيت يقول نسان للتواب يقول زيد العجل زيد العجل قد وافى خادم أبو الضيح نفسه من غير ما مهلي بالهاب يقول زيد العجل قد وافى وخادمه أبو الضيح من غير ما مهلي بالهاب زيد مبتدأ مرفوع على مدركين ضمة الظاهرة في الآخر هل عدل نعتم لزيد؟ إذا انطلع لنعتم هل عدل نعتم لزيد؟ نعت حقيقي ولا سبب؟ نعت حقيقي نعت المرفوع مرفوع على مدركين ضمة الظاهرة في الآخر قد وافى خبر لزيد جملة خبر زيد العدل ما الذي حصل لزيد؟ قد وافى ما أنا قد أتى ثم عطف عليه وخادمه المعقوب يعني وخادمه معقوب على زيد خادمه أبو الضيح هو بيان ولا بدل بيان وبدل في نفس الكلام يعني كل ما جاء معربه بدلا معربه أطفى بيان إلا في مساء إذاً بساء للبدل وأطفى بيان ثم مع ذلك نفسه من غير ما محلي جاء من محلي نصحان حان جونيه جاء من غير ما محلي يعني لم يأتي على محل وإنما جاء مستعد هذا البيت الأخير في المقرآن كزيد للعظم قد وافأ وخادمه أبضي نفسه من غير ما محلي ثم الآن شيء يقول وبعد ذكر وبعد ذكر يعني وبعد ما ذكرت لك وبعد ذكر لمرفوعات الاسم ذكرتها على تفتيح السابق الخالي من الخلل يعني لا يوجد فيه أي خلل جئت لك بجميع المرفوعات وبعد ذكر المرفوعات الاسم على تفتيح السابق الخالي من الزلل يعني لا يوجد فيه أي خطأ ولا زلل ولا زيل أقول جملة منصوباتي جملة منصوباتي جملة منصوباتي عددا سابع وعشر في بعد المساء عشر وسبع في بعدها عشر وسبع في بعدها عشر وخمسون على حسب ما يفصل فيه كل واحد من المنصوبات ممكن واحد يعتبر المفقول فيه شيئا واحدا وهذا يجعله ما شيئا فيقول ضبط الزمان وضبط المكان فيتعدل وعجب وحكذا يعني منصوبات شيء واحد لكن من أين جاء السابق والسكة وخمسة بينما يحسب وبينما لا يحسب أنت تعتبر هذا نوعا وأنا لا أعتبره نوعا جدي أنا أعتبره مع نوعا واحد أقول جملة منصوباتي هي عددا عشر وسبع وهذا أولد ضع السبع فيه واضح؟ بدأ بها ماذا قال منها المفاعيل خمس يعني المفاعيل الخمس أول شيء من المفاعيل لنقص المفقول المطلق منها المفاعيل خمس مطلق ما تعرفوا المفعول المطلق؟ ما تعرفوا المفعول المطلق؟ ما ليس خبرا؟ ما ليس خبرا؟ مما؟ دل على توكيد عامله او نوعي او عددي ونقوله المطلب ما ليس خبرا. يقول التصريف الذي يأتي من تصريف الفعل. الاسم السادس من تصريف الفعل. ضرب يدرك ضربا. اكل يأكل اكلا. هذا هو المصدر. هذا هو المفعول المطلق. ولماذا سوى مفعول مطلق؟ لانه لا كيد له. بقية المفعيل يقول له مفعول به مفعول فيه مفعول معه مفعول لأجله لكنه هو مفعول فقط. وهو المفعول في الحقيقة. لانت كل ما سواهه مفعول بإضافة. انا اذا كنت ضربت زينة. انا اسمي ضارب. زينة مفعول بإضافة. ثم يوجد الحدث. خ difاذ الحدث اسمه الضرب. الضرب هذا هو المفعول أم لا كُّ مفعول فقط. truly ، ضربت زينة. الضرب هو المفعول بالحقيقة أم لا كُّ مفعول أمر لا، الضرب ليس مفعولا إلا بكي أنني مفعول به؟ قلت سافرت صباحا. سافرت صباحا. على اسمه مسافة. والصفة محجز. وصباحا. ما الذي فعلته؟ السفة والسفة هو المفعول في الحقيقة. صباحا يقال أنه المفعول لكن بقيم. مفعول فيه. إذن المفعول المطلق أقوى المفعيل كلها. لماذا؟ لأنه هو المفعول في الحقيقة. واضح؟ مفعول لأجده نفس الكلام. كنت إجلالا. لماذا كنت؟ إجلالا. ما هو المفعول في الحقيقة. وحكذا. يعني المفعيل كلها لا بد فيها من قيم. إلا المفعول المطلق فإنه هو المفعول في الحقيقة. الشيء محيطين رحم الله عبرهم. يعنيه ما ليس خالف. ليس خالف. مما دل على توكيد عاليني أو دوئيني أو عدديني. يريد أن يقول لك أنك مفعول المفعقة. إما أن يقولك دلا على توكيد العالي. ضربت. 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 ضربت الآن مشتق. أحركه وأحركه ضربت شيء واحد. ويؤكد الآن. ولا قلت سيرت سيرتين. سيرتين الآن. يبين عدد السير. ولا قلت ضربت. ضربا كراني. ضربت ضربا كراني. يبين نوع عدد. إذا المفعول المطلق سلاس أنواق. مؤكد للعالم. والتأكيد للعالم. من يكون بلقزه. من يكون بمعناه. ضربت لك من لك. بمعنى طب. ضربت رحلا كربة بمعنى الله. وأدخل. وأسرت سيرتين وهكذا. لكن ما معنى قوله ما ليس خبر الجميل أن يقول لك. إلا المقول المطلق لا يسمى مطلق إلا إلا ليكون عمدة في الجملة. إن كان عمدة في الجملة لا يسمى مطلق. مسلا أنا إذا قلت فهمك. فهم جيد. فهمك فهم جيد. ما يعرف فهمك فهم جيد. فهمك مبتدى. مصدر ولا غير مصدر. مصدر لكنه لا يعرف الآن لأنه مفهول مفهول. رغم كونه يحتي في التسريب السادس من الفعل. لكن لا يقال عليه مفهول مفهول مبتدى. ماذا لأنه عمدة في الكلام. فهمك فهمون ما يرى فهمون. خبر منه. عمدة في الجملة. ولا قلت أعجبني فهمك ذي ترس. أعجبني فهمك. فهمك الآن مصدر لكنه عمدة لأنه الفاعل لا يسمى مفهولا. واضح. من هالمقائل خمس المطلق وبه يعني هو مفعول به. ما تعريف المفعول به؟ هالاسم المنصور الذي وقع عليه الفعل؟ هالاسم المنصور الذي وقع عليه الفعل؟ حاوي ارتبط به. يعني وقع عليه لا نفسه دائما وقع عليه حقيقة. ضربت زيدا زيدا وقع عليه الضرب. لكن اسمه مفعول ولا لا اسمه مفعول لماذا؟ لأن الفعل محتاج واضح؟ ثم بعد ذلك مفعول به اسمائل ضمائر واسمائل ظاهرة مظهور انك في الاجرون. مطلق موبيه. موبيه ايش؟ وفيه المفعول فيه. زاد الثاني الاول المفعول المطلق. الثاني المفعول به. الثاني ما تعنيت المفعول به. المفعول بك. ما تعنيت فيه. المفعول الاسم المنصورة؟ نعم Danny الزمانة. الاسم الممسوطة. بالنفذ الزالي على ماذا? على المعنى الواقع فيه. اسم منسوب بالنفذ الزالي على المعنى الواقع فيه. لكن اسم منسوب ممكن زمان ممكن تكافل. هو اسم منسوب منسوب لماذا? منسوب بلقز وذلك اللقز يقوله على حدث وقع فيه. انا اذا قلت السفر فقدر. فقدر. فقدر نستفره. انتسافره يوم الخليص. عرضنا المطول فيه بانه اسم منسوب الخليص اسم ويوم اسم وهو منسوب. ما الذين نصفه؟ نصفه لفظ. وخدمة سافرت. سافرت تدل على معنى وقعت في ذلك. السفر حدث ماذا؟ حدثت يوم خليص. والله قلت جلست امام الاني. جلست امام الاني. كلمة امام اسم منسوب. ما الذي نصفه؟ نصفه حدث لفظ ذال على معنى اي على حدث وقعت فيه وقعت في المكان. اين وقعت الجلوس وقعت امام الاني. واضح. ثم بعد ذلك ماذا؟ مطلق الودي وودي معه. المفعول معه. المفعول معه. معانية المفعول معه. المفعول معه. الماسم المفعول 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 عندها المفعول ما فيه معنى الفعل وحروفه. حروف الفعل ومعنىه. قلنا ما تقول معه لابده يسرق بفعله او ما فيه حروف الفعل ومعنى الفعل. ويأتي بعد واري وتقول تلك الوار دال على المعينة. يعني نص في المعينة. تقول تقول سافرت والجبلة. سافر في فعل وفائي. انتهى الكلام. واسم خلفة. يعني جاء بعد تمام الكلام. منصوب والجبل. ما الذي نصبه فعل? او ينسب بشيء فيه معنى الفعل وحروفه. قلت انا مسافر? انا مسافر مسافر فيه معنى الفعل وحروفه. بعد واري يعني يأتي هو بعد واري هذه الوار يكون نصا في المعينة. يعني تدل على المعينة بعيدا انوار الارض. لماذا؟ لان هذا الوار لا يستطيع اليعطف. سافرت والجبل. الجبل نحن قلنا ما هو العطف يعني كلاهما المستيع لتوقني. انت الان انت الذي سافرت , لكن الجبل لا يستطيع. انت قلت انا مسافر والجبل. ولا ذاكرت والمسباحة. انت الذي ذاكرت لكن المسباحة لا يذاكر. طح? ذاكرت والمسباحة المسباحة لا يزاكر. اذا واو نس على المعينة. يعني واو لا تحتمل الارض. واضح؟ هذا هو تعريف المقعول معه. فماذا المفهول له وإن قال المفهول لأجله ما هو تعليق المفهول له الاسم المرسوب الذي يذكر بيانا المسبب الوجوع الفعل الاسم المرسوب الذي يذكر بيانا الاسم المرسوب الذي يذكر بيانا بسبب الوجوع الفعل قلت تعلمت محبتا 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 الاسم المرسوب لماذا الزكرة الزكرة السبب لبيان الوجوع الفعل لماذا حدثت تعلم محبتا لكن ذكرنا أن المفهول له لابد له نشوف المقعول له أي شيء ينسب على أنه مقعول له لابد له من شروط صح كأن هذا الكلام فما يشروط يشوف شروط المقعول له شروط المقعول له شروط المقعول له شروط المقعول له خمس شروط الشرط الأول أن يكون مصدرا لا بد أن يكون مصدرا لا يأتي شيء مشغول لأدله إلا وهو مصدرا واحد ثانيا أن يكون قلبيا ما معنى أن يكون قلبيا يعني أن يكون شيئا في القلب لا تعلمت قلت محبة المحبة في القلب كنت إجلالا إجلال في القلب ها أنفقت رافبة أغلبت في القلب وهكذا لا بد لكم في كل الأجلية أن يكون شيئا قلبيا يعني شيء صادف ونادع من القلب الشرط الثاني أن يدل على التعليم يعني هو علة فيما قبل تعلمت لماذا تعلمت محبة كنت لماذا كنت إجرامة قبل وهو السبب أن يدل على التعليم الشرط الرابع أن يفتقد ما عامده في الوقت والفاعل يعني لا بد للمفؤول لأجليه أن يتحد مع العامد الذي وتعلمه يتحد في شيئين يتحد في الوقت ويتحد في الفاعل مما لا يتحد في الوقت ويتحد في الفاعل تعلمت من الذي تعلم أنا محبة من الذي أحبت؟ لابد أن يتحد في الفاعل ولا ضربتني كأديباً من الذي ضرب أنا؟ من الذي أدبت؟ سافرت رغب غداً من الذي سافر أنا؟ من الذي رغب؟ لابد أن يتحد مع عامده في الفاعل ويتحد في الوقت تعلمت محبة متى تعلمت عندما أحببت؟ وقتو ما وحد يعني ليس من المفكين البعديم ضربتني كأديباً متى ضربته؟ عندما أدبته؟ متى أدبته؟ عندما ضربته؟ وقتو ما شيء واحد وتذكر ذكرنا هناك في كتب الذي تحت إني اختلفا وإني لتعروني للذكراكي للزدو كما انتفض الاسفور بنا له القطر اختلف ماذا يا استاذ كرام اختلف في الفائل وإني لتعروني أنا للذكراك أنت اختلف وإني لتعروني للذكراك صحيح ذكرى مصدر وهو يدل على التعليم وهو السبب وجد فيه جليل شروط لكن لما كان تعروني أنا ولذكراك أنت ذكرى مصدر مضاف لفاعله للذكراك وإني لتعروني للذكراك هزة لما اختلف الفعل الذي هو وإني لتعروني للذكراك هزة لما اختلف ماذا اختلف في الفاعل اتحدى في الوقت ايو اتحدى في الوقت لكن اختلف في الفاعل أنا أبحث عن الفاعل أين الفاعل وإني لتعروني الهزة وإني لتعروني الذكراتي هزة أين الفعل الذي عملت تعروني؟ أين فعلت تعروني أنا؟ صح؟ لذكراتي الآن مصدر لكن ذكراتي أين فعلت ذكراتي؟ تعروني هزة هزة تعروني الفائل مش أنا يا أفعل استغفتهم بها مش أنتم لا إني لتعروني الياء مفئول به هزة هو الفائل هزة هو فاعل تعروني كما قالوا استاذ بيه هزة هو فاعل تعروني ثم ذكراتي أي أنا تقديره ذكري إياك وإني لتعروني هزة فاعل تعروني وهزة لذكراتي أي لذكري إياك فاعل المصدر مختلف يعني لما جاء فاعل المصدر أفضل لما جاء فاعل المصدر وهو ضمير متكلم وفاعل تعروني هزة اختلفا فاعلا لابد أن أجر الآن لا يجوز لأن أنصبه على أنه مفعول مطنق واضح؟ وذكرنا مثالا آخر فجيت وقد نضت لنوم سيابا قلنا فجيت وقد نضت لنوم سيابا نضت بمعنى أبعدت سيابها مفعول بها نضت لنوم سيابها الآن نضت فاعله هير من فاعل النوم هير؟ يقول لك ستنام لكن هي تنض سيابها وتنام ولا يحدث النوم ونض السوم في معاني الواحد؟ لا، يختلف الله ليتبعد ملابسها أولا ثم كمان إذن لابد أن يتفق في الوقت ويتفق في الحال واضح؟ البيت الأول لتعروني للذكراكي هزة لما كان فاعل تعروني هزة وكان فاعل ذكراكي لذكرياكي يعني فاعله أنا لما اختلف الفاعلان لابد من جرى المفكول المفكول آآ جئت وقد نضت لنوم سيابها لما اختلف الوقت رغم اتحاد الفاعل لابد أن يجرى لنوم الذي هو المصدر لكن إن اتفق في الشرط يكونان شيئا واحداً أن يكون مصدراً واحد أن يكون قلبياً إثنين أن يدل على التعديل ثلاثة أن يتقد ما أعانيه في الفاعل والوقت ما أفعل فاعلاب أن تت ABD نعم أن مصدراً ان يتقدم أن يتقدم أن تعلوني أن ت你可以 أن تتقدم وانظر الى المسلم يعني هو سيدرب لنا الانس اوقت الرشي وانظر الى السنة وانظر الى المسلم وانظر الى المسلم ضربت ضرباً أبا عمري غدا تأتا وجئت ومني لخوفاً من عتال جديد ضربت فعل وفاعي ضرباً ضربت ضرباً مصدر مفؤول مطلق معكد للآن ضربت ضرباً إذن قدم المفؤول المطلق ضربت من؟ ضربت أبا عمري مفؤول به هذا مطلق مفؤول مطلق هذا مفؤول به غدا تأتا مفؤول فيه لم يساعد النظم أن يأتي المفؤول فيه وهو المكان فاكتفى بالظرف ضربت ضرباً أبا عمري غدا تأتا وبعد ذلك وجئت جئت والنيل مفؤول معه جئت خوفاً مفؤول لي أدري حقي أن نوع من بيته ضربت ضرباً أبا عمري غدا تأتا وجئت والنيل خوفاً من عتال جديد ضربت فيه وفاعي ضرباً مفؤول مطلق أبا عمري مفؤول لي غدا تأتا خوفاً مفؤول فيه منصوب معلامة نس في الخطة نحن بها غدا تأتا غدا تأتا مضاف أتا مضاف أتا مضاف أتا مضاف أتا فئر ماضي مبني على الخطة فعيل نستمر التفتير وهو جملة في نحل جره لضربت الضرب في الليل خوفاً مفؤول لي خوفاً من ماذا؟ خوفاً من عتال جديد واضح؟ وامش لما بعدك إذن أحصينا من المفاعين خمسة خمس مفاعين هي خمسة إجمالاً ستة تفصيلاً لأن المفؤول فيه تحته إسمك ظرف الزمان وظرف مكان وماذا بعد ذلك؟ وَلَا كَإِنَّ لَا هَسْمٌ بَعْدَهُ خَبَرٌ يريد أن يقول لك إسم لا وإسم إن إسم إن منصوب إسم لا النابي للجنس أيضا منصوب وَلَا كَإِنَّ لَا هَسْمٌ بَعْدَهُ خَبَرٌ تَتْمِمُ الْإِذْمُ ثم استطرد إن اسم إن وادكم في ذاته أخذ في المرفوع لكن اسم لا يحتاج إلى شروط وله أحكام وله أحوال ذكر بعبها فإن يكون مفرداً فافتحه ثم سيني يعني إن يكون اسم لا مفرداً أولاً قلنا اسم لا نبي للجنس أبوث فيه من أربع شروط شرق الأول أن يكون اسم نكر ثانياً أن يكون الخبر نكر أرابعاً أَلَّا يَفْسِلَ بَيْنَهُمَا فَاسِلَ أَلَّا يَفْسِلَ بَيْنَهُمَ سَنُشُصُّهُمُ أَوَى رابعاً أَلَّا يَتَكَرَّ لَاء الا يتكرر لا. ان توفرت هذه الشروط الارضع اسمه لا يكون مبنيا على ما يفزن مبنيا على ما يعرف به. ان كان هو اه يعرف بالحركات بنيا على الحركات. ان كان يعرف بالحروح بنيا على الاحظة. وقلنا ان المقصود بالمفرد ان يكون اسمه مفردا سيبنا. متى كان اسمه مفردا سيبنا ما المقصود بالمفرد ما ليس مضافا ولا شكرا لا رجل قائم. توفر دانيو الشروط رجل نكر قائم نكر اتصل لا برجل لم يتكررنا. فرجل مبنيا على الفتح في محل نسبه. اذا هذا هو الاسامل من المنصوبات. اسمه لا. واضح? لكن اسم لا يسترق في ان يكون مفردا ليكون مدميا على الفتح. ان لم يقل مفردا ينتصف. اذا كان مضافا او شبيلا من المضاف. انتصف. ضربنا مثالا في الهجر رمية لا طالب علم ممكوط. لا طالب علم ممكوط. طالب مضاف وعلم مضاف اليه منسوب يزا. ها? ولا لا راكبا جملا مبطئ. انتصل به شيء من تمام معناه. لان جملا منصوب براكب. انتصل براكبا شيء من تمام معناه فيقول منصوبا. انتهينا من اسم لا. هذا معنى قوله ولا كأن لها اي لهذه الكلمة اسم بعده خبر. كل واحد منهما لها اسم بعده خبر. ولا لها اسم كأن. ولا يعني كلمة لا لها اسم. يعني بعدا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فافتحوا. افتحوا ثم سلي به ما تسله به. يعني يشيو الى ناعته إن ناعته بمفرد. جزلك في سنسل وضع. تبنيه ترفعه تنسل. سنسل منه. ماذا بعد ذلك؟ وانصب مضافا. وانصب مضافا بها او ما يشابه. يعني ان كان اسم لا. مضافا او شبيها بالمضاف. وانصب مضافا بها او ما يشابه. ما مثاله كلا اسير هوا ينجو من الخطر. اسير بمعنى المأسور. كلا اسير هوا ينجو من الخطر. يعني الإنسان الذي أسره الهوا سيفع في الخطر. الخطر يعني يتخطط في مشكلة. يعني يفقي بالتركيز. الحوا يومي ويسي. يعني ذلك الإسلام يحب كلمة المحبة. لكن لا يحب الحوا. إسلام إذا ذكر القرآن إذا ذكر الهوا. أرأي ذا من اتخذ إله هو هو هو. فعم ما انطغى وآسر الحياة الدنيا. فعم ما فيه كلمة الهوا هنا. لكن المحبة الحالي. الله هو المحب الأول والله يحب كذا والله يحب كذا والله يحب كذا والرسولة صلى الله عليه وسلم اسمه حبيب الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الإيمان إبارة للمحبة لا يؤمن أحدهم حتى يحب إسلام دين محبة ليس دين كره وكراها لا المحبة إذا كان شرعيا مشروعا شيء عظيم جدا قبل ستجب أن بعدهم أن كل الموضوعات هذه سبب المحبة لو لم يكن الله يحب هؤلاء الخلايا لما خلقهم أصدر لكن ما الذي أكرمه الله من الخلايا؟ أعمال مسيير واضح؟ وذكروا أن الله في القرآن الكريم لا يقول أكرم لا قال إن الله يذكر الكرح في حوالي ثلاث آيات ستجب كلها كرح للعمل وكرها إليكم الكفر الكفر السفر والسيور وبعد ذلك كل ذلك كان سيئة ولا كان سيئه عند ربك مكروها يعني السيئة هي المكروها لكن ليس الذين يقولون بها لا الذين يقومون بها قبل أن يرتكبوها الله يحبهم وإنك شاهد من هذا الحديث القدسي لو يعلموا المذبرون أني كما أنا مشتاكل لتحطعت أوصالهم في المحبتي ولا ماتوا شوحا إليه الإسلام أكوان هذا هو المحبة جزء من المحبة الشيء والسيور في القرآن الكريم قال ورد لبزة كوره حوالي مرتين يوجد كوره مرة أخرى كره الله الانبعاث كره الانبعاث الانبعاث هذا هو الذي كوره لكن ليس زواثور لا واضح إذن الإسلام كلمة المحبة المحببة في الإسلام يعني لا يوجد أن الإسلام يتنافى مع هذا لا لكن الحزب رحمه الله لو كلا يسمون فوق الحمار سنجد التعبير أن المحبة المنخوم الإسلامي في أرحى سوريا وملكم واضح والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حبيب حتى للدنيا واضح ماذا هو الهوى الهوى يعني أبتكب الحرار لو أقع في موليب لا حزا منهي عنه ما اتبأ هواها مزموما إن في السنة أو في الكتاب واضح أو ماذا بعد ذلك كلا أسير هوا يعني ليس المحصول من الهوى بناج من الخطن يعني لا يرجو من الخطن سيقع في خطن وماذا بعد ذلك وابن المنادى المنادى تعليق المنادى المنادى بياي الندى أو إحدى أخواتها المنادى اسم منصوب مطلوب إقباله بياي الندى أو إحدى أخواتها لو كنت المطلوب إقباله مطلقا مطلوب إقباله مطلوب إقباله مطلوب إقباله هو واقف كذا عملتها كذا مطلوب إقبال لكن ليس منادى إذن اسم المنصوب المطلوب إقباله بياي الندى أو إحدى أخواتها بأسلوب العالمي واضح؟ هذا هو المنادى المنادى يشترك مهلا في حكم وهو أن المقصود بالمفرج فيما باندداء ولا نافيه للجنس ما ليس مضافا ولا شميها بالأمام واضح؟ ثم شيء مقال وابني المنادى على ما كان مرتفعا يعني المنادى يبنى على ما كان مرفوعا به يعني إذا كان اسما مفردا أو جمع تكسيرا أو جمع مؤمنة سالية أنت تعرف أن هذه الأشياء كانت ترفعوا بالحركات إذن ستبنيه على الحركات يا زين مفرد يا رجال مفرد يا مسلمات مفرد لأن ما المفرد في هذا البادي ما ليس مضافون الشديدين هذا إذا كان يرفعوا بالحركات إن كان يرفعوا بالأحرف عاتماه بالأحرف يا مسلمون مبني على الوالد يا مسلمين مبنيون يا زيدان مبنيون على الأمام يعني يبنى على ما كان مرفوعا به وفيه يأتي البناء النيابي البناء النيابي يأتي في المنادة مذكور لأنك في التعليم الأسعار المنادة التي كانت مبنية قبل المنادة أه يعني إذا أنا أرغبه هو واضح أه ماذا بعد ذلك أه ماذا بعد ذلك وابن المنادة على ما كان مرتفعا به وقل يا إمام اعدل اعدل ولا تمي يعني ولا تمي واضح؟ والمنادة يتقسم إلى خمس أخسام المنادة المخرد هذا يبنى ثم انتظر المنادة الذي هو نكرة مقصودة يعني النكرة التي قصرته بالنداء كيف أقصد النكرة وقفوا أماني فأشق إلى أحدهم وقل يا رجل كلمة رجل النكرة لكن لما عينت أحدهم وقل له يا رجل سيكون مفليا على ظلم لماذا؟ لأن من العلماء ما نعجبوه من المعايب لأنه ليس نكرة لأنني عينتوا واضح؟ إذن المفرد العالم واحد والنكرة المقصودة إسناني حزاني وبن يانس ما سوى هما كنوا منصوبا المضاف يا فالب العيني والشبيه بالمضاف يا رحيما بالمؤمنين أو ما هو الخانس النكرة غير المقصودة وقلنا لا ينادى النكرة غير المقصودة أصدوه أن لا ينادى إلا لضايا كالآمى يقل في الطريق ويقول يا رجلا مزمي إذن المنادى خمسة العلم المفرد العلم يبنى على الظلم النكرة المقصودة يبنى على الضمي لتنزيله منزلة العلم المضاف ينسب بالفتحة ولا ينون لأن الإضافة موجودة حكس هو النكرة غير المقصودة وما اتصل به شيء من تمام معناه ينسب وينون لأنه لا ينب فيه إضافة يا رحيما بالمؤمنين ينسب رحيما وينسب وينول يا غافلا والموض يطلوه ينسب وينول وادح وانتهينا من المنادى هذا معنى قولي ومن المنادى على مكان ممتصبا بيدي وكل يا إمام عدل ولا سعيد وانتهينا من المنادى 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 فيه شيء من ثماني معناه يعمل أعمل الفعل يعني ينسب ما بعده يستنسبوا في حتين الحالتين بقية السؤال إذا كانت أو ماذا بعد ذلك الآن آخر شيء وبحاله نقف إن الحال لشان نأخذ شيء في الدور نقف إن الحال والمروى القادمة ننتهي منه بإذن الله وإذا ما انتهينا منه نسمعهم كلهم الذين يسمعون بإذن الله يأخذون هذه الشيء من الشام فتسمعهم كتسميع الفاتحة يعني ليسا تسمع يعني قرأني لأن يوجد تحايل على العفز تحايل على العفز أنني أدار المكناة أماني وأبقى فيه شكلاً وصورة آتي وأسمع الآن لكن إنا نتقلنا بعد العاصل هذا ليس حفز حفز الفقر لا الجيدة لا تنسى واضح من يسمعهم كذلك وعلم أنه سمع حقيقة ده أقول له مشر عظيم إن شاء الله أقول إلا عين وصدرهم ترجمة نانسي قنقر